عادة الحجة صيصة أبو دوح التي تنكرت في ملابس الرجال حوالي 45 عام حتى تتمكن من العمل لتربية ابنتها الوحيدة للأضواء مجددا بعد الإعلان عن تكسيد شخصياتها في مسلسل تلفزيوني تقوم ببطولته الفنانة منازكي بدأت قصة كفاح الحجة صيصة قبل 45 عام عندما توفي زوجها وهي حامل في ابنتها الوحيدة هدى ما دفعها للعمل في مسح الأحزية ولأن تقاليد المجتمع السعيدي وقتها كان بيرفض عمل المرأة لجأت الحجة صيصة إلى حيلة حيث قصت شعرها وارتدت ملابس الرجال لتتمكن من العمل وتربية ابنتها الوحيدة عملت الحجة صيصة التي تبلغ من العمر الآن 64 عام في صناعة الطوبي اللابن قبل أن تتحول بعدما خارط كواها إلى العمل في مسح الأحزية بشارع المحطة بمدينة الأسر وهي المهنة التي كانت طقتات منها وتنفق على ابنتها الوحيدة حتى يتم زوجها وبدلا من أن تستريح صيصة تعرضت ابنتها إلى أزمة كبيرة بسبب مرض زوجها وعدم قدرته على العمل فاضطرت إلى العودة مجددا للعمل حتى تنفق على ابنتها وأحفادها الستة وقبل سنوات تناولت وسائل الأعلام قصة كفاح الحجة صيصة وانتشرت قصتها بشكل واسع حتى جرى تكرمها كان موزج للمرأة المصرية المعيلة وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن تكرمها وزارة التضامن الاجتماعي وتتحول قصتها إلى مسلسل تجسد شخصياتها الفنانة منازكي وطالبت الحجة صيصة أسرة مسلسل تحت الوزاية بتعويض قيمته مليون جنيه وذلك بعد إعلان مونة زاكي عن تكسيد شخصياتها في المسلسل وقالت الحجة صيصة أنها سترفع دعوة قضائية ضد القائمين على المسلسل إن لم تحصل على التعويض المناسب وتوقع على موافقة مكتوبة بتكسيد شخصياتها قائلة أنا عرفت بالموضوع من الفيسبوك كما طالبت الحجة صيصة الفنانة منازكي بزيارتها والإقامة معها عدة أيام لتجسد شخصياتها وهي تعرف كل جوانبها وتفاصيل حياتها قائلة أنا بحب الفنانة منازكي جدا وهي زي بنتي وبحب دورها في مسلسل الدوق الشارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر